السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكعربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء السادس بعنوان Simple Resistive Circuits سنتعرض خلال هذا الفيديو بعدما رأينا تجميع المقاومات بالتوالي Parallel Resistor سوف نرى الآن إلى قانون الذي يخرج من تجميع المقاومات بالتوالي وهو قانون Current Division أو قانون تقسيم التيار الكعربائي R1 هنا و R2 Parallel فاستطعنا تعويضهم بمقاومة جملية R Equivalent وقلنا أن R Equivalent هي R1 ضرب R2 على المجموع هذا قلنا في حال عندي 2 Resistors in Parallel الآن هدفي من Current Division هو استخراج قيمة التيار الكعربائي I1 والتيار الكعربائي I2 الذي تفرع في البرانش الثانية انتلاقا من الطيار I وهو الطيار الذي جاء من مصدر البطارية هذه فتقسمها في النوت وتفرع إلى I1 و I2 هنا مباشرة قيمة I1 لو أريد استخراجها عن طريق التيار I وهو الطيار قبل تفرعه في البرانش الأولى وفي البرانش الثانية هو ليس إلا التيار الأصل ضرب المقاومة البعيدة يعني أنا هنا أريد I1 في البرانش الأولى فأضع هنا R ليس R1 وإنما المقاومة البعيدة أو المقاومة الثانية في البرانش الثانية وهي R2 على مجموعة المقاومات البرالل نفس الشيء I2 هو الطيار الأصل وهو I ضرب المقاومة البعيدة لأنني أنا أريد أريد قيمة الطيار I2 وبالتالي المقاومة البعيدة هي R1 على مجموعة المقاومة الأول والمقاومة الثانية الذين هما بالتوالي فأكون هذا هو قانون current division أو قانون تقسيم التيار الكهربائي في البرانش الأولى وفي البرانش الثانية عن طريق current الأصل current I نطبق مثال تطبيقي لهذا القانون أريد استخراج أريد استخراج قيمة I في المقاومة 4 وقيمة التيار في المقاومة 12 ومقاومة الأول والمقاومة الثانية connected إلى current source وقيمة 10 وكأن هنا عندي I وأريد استخراج I2 وال I1 تطبيق تطبيق للكرينت ديفيجين القيمة مثلا الأولى I1 تساوي والتيار الأصل هو 10 أمبير ضرب ليست مقاومة هذه البرانش وإنما مقاومة البرانش هي يعني أربعة أم على مجموعة المقاومات يعني 12 زايد أربعة فتكون قيمة I1 هي 2.5 أمبير نفس الشيء وطبق قانون current division I2 هنا ماذا تساوي الطيار الأصل 10 أمبير وهو الطيار قبل تفرعه في النوت ضرب المقاومة البعيدة وهي 12 أم على مجموعة المقاومات البرالل فتكون I2 7.5 أمبير وألاحظ لو طبق قانون النوت حتى أطمئن على صحة بياناتي وحساباتي فأعرف أنه قانون النوت قانون الكيسي أهل في النوت مثلا هذه النوت A الآية تساوي I1 زايد I2 الآية 10 أمبير الآية 2.5 الآية 7.5 فتكون 10 تساوي 10 وهذا هو قانون الكران ديفيجن أو تقسيم التيار الكهربائي تساوي